السلام عليكم متابعين قناة سنترر قصة ديف إبراهيم أتعرفون قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما خضع سيدنا إبراهيم عليه أفضل السلام لما أمره به رب العباد جلي علىه في أن يقوم بذبح ولده وهو سيدنا إسماعيل عليه أفضل السلام فإتراد الله جلي علىه أن يكافئ سيدنا إبراهيم عليه السلام جزاء بما صنع ويطاع أمره ومن ضمن أرزاق الله سبحانه وتعالى إليه أنه قد رزقه وبشره بولد آخر حتى تقر به عيناه ويزيد نسله في الأرض إذ قال سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين توالت ممن له سبحانه وتعالى وكان من بينها أنه في يوم من الأيام قد جاءت الملائكة إلى سيدنا إبراهيم عليه أفضل السلام على هيئة ضيوف وقد دخلوا عليه وهو لا يعرفهم ولا يعرف من الأساس أن أولئك الضيوف هم من الملائكة وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يعرف بكثرة صنيعي الخير ومعروف الزخر وإكرامه لجميع ضيوفه مهما كانوا عرفهم كان أم لم يعرفهم فقام سيدنا إبراهيم عليه السلام على الفور وذهب وإذا به يعود بعجل سمين وقام بشوائه على النار وبعد للانتهاء من عداده وطهيه بطريقة شهية قدم سيدنا إبراهيم لضيوفه الطعام كل ذلك وهو يظن فعلا أن ضيوفه آدمين أي أنهم من البشر واليسو من الملائكة فقد كواءولئك الضيوف غير أي ضيوف وردت على سيدنا إبراهيم عليه السلام وبعد أن وضيع سيدنا إبراهيم الطعام لضيوفه أخذ يراقبهم فلم يمد أي واحد من ضيوفه يده حتى يأكل من الطعام الذي طالما مكث وقتا طويلا حتى يعده إليهم خصيصا فلما رأى سيدنا إبراهيم من ضيوفه ذلك خاف وخشي كثيرا لأن من عادة العرب أنه من لا يأكل من الطعام المعدله فإنه يضمر شرا لأولئك الذين عدوه من أجله وهنا لاحظت الملائكة خوف سيدنا إبراهيم فأخذوا يبعدوا عنه ذلك الخوف وأخبروه على الفور بأنهم من الملائكة واليسو من البشر وأخبروه بأن الله جلي علىه قد أرسلهم إلى قوم لوط حتى يوقعوا بهم والهلاك والعذاب الشديد وهنا سمعت ذلك زوجة سيدنا إبراهيم وهي السيدة سارة وفرحت لذلك فبشرتها الملائكة بأن الله سيرزقها من البنين إسحاق عليه السلام وأنها ستحيا لترا ولد ولدها وهو سيدنا يعقوب عليه السلام من مأثار تعجب واستغراب اليد سارة التي أخذت تسائلا كيف لها أن تلد وهي عجوز وأنها عقيم أصلا لم تكن تلد من قبل فسبحان الله ملك الملك يقدر على ما يشاء بغير حساب لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم والرحمة الله وبالك